السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أهلا وسهلا بكم معي المعلمة منال صالح الغريب معلمة في برامج التدخل المبكر عنواننا اليوم في هذا اللقاء سنتحدث عن البيئة التعليمية لبرامج التدخل المبكر البيئة التعليمية لبرامج التدخل المبكر دائما أول نقطة هي مكان اللي نجلس فيه أو اللي نرتقي فيه أو نتلقى فيه التعليم أو حتى الراحة تكون هل هو مهيئة أو غير مهيئة هل هو جاهز أو غير جاهز إذن البيئة التعليمية مهمة جدا جدا في التدخل المبكر تكون بيئة مهيئة محفزة بيئة آمنة لذا في لقائنا اليوم سنتطلع إلى نقاط مهمة جدا عن البيئة التعليمية البيئة التعليمية لبرامج التدخل المبكر في برامج التدخل البكر لها أثر بالغ البيئة التعليمية في نمو أطفال ذوي الإعاقة كيف هذا؟ لأنها أولا توفر لهم المكان للتعلم مكان آمن مناسب لهم جميع احتياجاتهم من المباني والتجهيزات تكون جميع هذه الفرص مهيئة لهم بحيث تكون البيئة أقل تقييدا ومتاحة لذوي الإعاقة من جميع الفئات لذلك في هذه اللقاء سنتحدث عن البيئات التعليمية لذوي الإعاقة أو لذوي في المرامج التدخل المبكر أولا المبنى كيف هي تجاهزية المبنى وإعداد المبنى؟ سنعدها في خطوات المبنى مهم جدا لأنه لبنة الأساس هو مكان اللقاء هو مكان تعداد الفصول والتجهيزات إذن أول نقطة في البيئة التعليمية هو المبنى كاملا قبل أن أتكلم بالتفاصيل والفصول أولا المبنى ماذا يجب أن تصف المبنى؟ أول نقطة تكون موافقة البلدية على الشروط والاعتمادات التي تكون متفق عليها في أنظمة البلد إذن تكون ملتزمة بجميع الاشتراطات والمعتم من البلدية والشؤون البلدية والقروية لمواقع الروضة ومطلع عليها ومطابقة لجميع المواصفات بعد ذلك الالتزام بمتطلبات الوقاية من الحريق والحماية المباني وجميع الأشياء صادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي يعني تقوم وتستوفي المتطلبات كاملة وتنطبق عليها متطلبات الوقاية والحماية من الحريق لا قدر الله ثالث نقطة يجب أن يكون نظام المبنى مبني ماذا؟ أفقيا وليس عاموديا كما نشاهد يعني تكون المدارس مهيئة ومصممة بشكل ومبنى أفقي تماما وليس مبنى طوليا لماذا؟ لتسهيل حركة الشاغلين تسهيل حركة ذوي الإعاقة ما يكون هناك في أدوار انتظار للمصاعد نزول والصعود والنزول لذلك يجب أن تكون المباني ماذا؟ بوضع أفقي لتسهيل حركة بين شغلي المكان وشغلي المبنى سهولة التنقل أيضا لذوي الإعاقة من جميع الفئيات هذه من أهم نقاط كذلك في حالات إخلاء الطوارئ لما يكون المبنى مبني بشكل أفقي يسرع عملية الإخلاء لا حدث لو حدث حريق لو حدث التماس كهربائي لا قدر الله أو حدث أي شيء يكون سهولة الخروج من المبنى في حالات الطوارئ سريع جدا بعكس لو كان المبنى مبني بشكل طولي في أدوار وقد يتعطل المصعد وعند حالات تحتاج للمصاعد مثل تكون بالكراسي المتحركة وما إلى ذلك لذا من أهم مشروط المباني تكون مبنية بشكل أفقي هذه نقطة ننتبه لها جيدا حتى لما نذهب إلى مباني أحيانا ومدارس أهلية للتدخل المبكر نراعي أنها تكون ماذا مبنية بشكل أفقي يجب أن تكون جميع المواد الإنشائية غير قابلة للإشتعال ومقاومة لمدة أقل شيء 24 ساعة للإشتعال للإشتعال على الأقل تكون مقاومة لها يعني ما تشتعل المواد بسرعة غير قابلة للإشتعال بشكل سريع يعني تحتاج وقت ساعتين حتى تشتعل هذه المواد لماذا؟ لأن في حال حدوث حريق لا قدر الله وجود أطفال وأطفال أيضا ذوي الإعاقة في المربرة في المبنى يكون حرقة الخروج أحيانا ليست سريعة الأطفال يحتاجون موج يحتاجون مساعدة بجميع الفئات سواء أطفال عاديا أو أطفال ذوي الإعاقة فماذا؟ عملية الإخلاء ما تكون سريعة لذا المبنى يجب أن يكون أفقي أيضا تكون المواد في البناء غير قابلة للإشتعال أو غير سريعة للإشتعال يعني تحتاج وقت طويل حتى تشتعل هذه العملية تسرع لدي عملية الإخلاء والطوارئ بدون أي إن شاء الله بدون أي خسائر مادية أو إنساني يجب أيضا أن لا يقل عرض الأبواب من 21 من متر وعشرين سانتي إذا كان أول شيء تكون الأبواب ماذا؟ تكون الأبواب من درفتين الدرفة الأولى تكون أقل شيء متر وعشرين الثانية الدرفة الثانية الأخرى تكون عشرين متر تكون عشرين سانتي معذرة الأولى تكون متر وعشرين سانتي الثانية تكون أقل شيء عشرين سانتي درفتين لماذا؟ لأن أحيانا نحتاج أن تكون الدرفة مفتوحة تسهل عملية الدخول والخروج إذن تكون من درفتين أحيانا ممكن بعض الكراسي تكون كبيرة بعض الأشخاص الأحجام ماذا فأضطر أني أفتح الدرفة الثانية لذا تكون رائع جدا أن الأبواب تكون من درفتين والدرفة الأولى تكون الأساسية أرضها متر وعشرين سانتي والأخرى تكون عشرين سانتي وأيضا في نقطة مهمة تكون تفتح إلى الخارج الأبواب تفتح إلى الخارج يعني الأبواب تفتح بالدفع للخارج بحيث أنه لما يأتون أشخاص والإعاقة والأطفال ماذا تكون الباب يدفع إلى الخارج ما يسحب يكون صعب عليهم يكون الباب بالسحب لذلك تكون أبواب ماذا تدفع إلى الخارج ستة ارتفاع الأسقف دائما ارتفاع الأسقف يجعلني أشعر بالتساع المكان فأراعي ارتفاع الأسقف لتوفر أيضا كمية هوا مناسبة يوحيب أن المكان متسع ورحب وأيضا ليدخل كمية هوا بخصة أنه في أطفال وممكن تكون أعداد من الأطفال فلما تكون الأسقف متسعة فأنها تحمل أيش؟ هوا ويكون كمية الهوا فيها وفيرة أيضا أن يتوفر في البهو منحدر ضروري جدا توفر ماذا منحدر في البهو مائل من أسفل إلى أعلى الأدوار العلوية هنا مقاس الانحدار تكون 15% الداخلي لتقل مساحته عن 10 سنتي يعني ما تكون تبدأ هنا ترتفاعها تبدأ من 10 هذه الانحدار في الارتفاع أيضا عند إنشاء الممرات المائلة يجب مراعاة يعني أنا في المباني نحن نتكلم عن مبنى قد اطرحنا إنشاء ممرات مائلة يجب أن أراعي عند إنشاء هذه الممرات أنها تكون مساحاتها كبيرة وواسعة حتى تسهل حركة ذوي الإعاقة فيها حتى تكون مرات وتولى تكون هذه الممرات شديدة الانحدار لا تكون هذه الممرات شديدة الانحدار ولا تكون فيها لفات كثيرة إذن أراعي أن تكون هذه الممرات متسعة لا تكون شديدة الانحدار أن تكون واسعة حتى تسهل الحركة داخلها تزويد مباني الروضة بشبكة الاتصالات مثل أنتراكوم وضع أجهزة اتصالات داخلية داخل المبنى بحيث أنه أحياناً تسرع عملية التواصل بين أعضاء الفريق أو أعضاء الفريق الذي يعمل داخل هذا المبنى تسرع عملية التواصل أنا احتجت مثلاً للممرضة أنا مجرد ما أرفع الانتراكوم أطلب الممرضة وتجيني ما أحتجني أنا أطلع وأبحث عنها في المبنى لا لذا وجود الانتراكوم وسيل التواصل بين أقسام المبنى جداً ضرورية ومن الانتيازات التي تضاف إلى المبنى كذلك أن يراعي تصميم المبنى حاجات الوصول الشامل للأطفال ذو الإعاقة ما تكون في مرافق مهيئة وفيها منحدرات أو مرافق لا لا إذن يجب أن تكون جميع المرافق هي مهيئة منزلقات مصاعد مقابض صوتي حتى لا يتضايق الأشخاص الحساسين للصوت كذلك تتوفر منساحات مناسبة للأطفال ذو الإعاقة للقيام بالأنشطة تكون الملاعب واسعة بحيث أنه يتواصلون جميع الأطفال في الحقوق أيضاً تكون بأقل تقييداً جميعهم يتمارسون الرياضة يدون الفعاليات المختلفة في الروضة جميع فئات ذو الإعاقة مع الأطفال العاديين توفر غرفة مصادر للأطفال ذو الإعاقة بمساحات تتراوح من 40 إلى 50 متر مربع تكون غرفة المصادر واسعة راحبة لا تكون منغلقة وصغيرة حتى ماذا يطايق منها الأطفال تكون واسعة وراحبة أن تتوفر غرفة للتكامل الحسي بمساحة تراوح من 12 إلى 16 متر مربع تكون غرفة مهيئة للتكامل الحسي وضروري جداً في حالات التدخل المبكر تكون هناك غرف مهيئة للتكامل الحسي أن تتوفر غرفة للنطق والتخاطب بمساحة تراوح أيضاً بين 12 إلى 16 متر مربع تكون مهيئة فيها عزل صوتي مهيئة بالوسائل وستخدمها خصائي النطق والتخاطب تكون أيضاً بيئة محفزة للنطق والتخاطب أن تتوفر في المبنى غرف مناسبة لعقد اجتماعات فريق العمل أو حتى مع الأسر أن تتناسب أرضية المبنى مع حاجات الأطفال ذوي الإعاقة بحيث تكون من الفنين لاحظ هنا في الصورة المادة الفنين الموجودة منعاً للإنزلاق منعاً للتضرر لو حدث فقوع أو سقوط لقدر الله مادة الفنين تكون أقل ضرر من المواد الأخرى وراعي إذن هذه النقطة أن تتوفر دورات فيها تتناسب مع حاجات ذوي الإعاقة نلاحظ هنا في الصورة نلاحظ كيف تصميم دورات المياه بحيث تتناسب مع أطفال ذوي الإعاقة في نقطة جداً مهمة ما يكون تصميم دورات المياه أنا أراعي أنه أنا أراعي بالتدخل المبكر أتعامل مع مرحلة الطفولة إذن يجب أن تكون المقاسات مناسبة لمرحلة الطفولة تكون المغسلة مناسبة لمقاس الأطفال كذلك كنسي الاستخدام هنا جميع المقاسات تكون مناسبة للأطفال ما يكون يصعب عليهم الصعود عليها أو الجلوس أو حتى الاستخدام الصنابير أن يكون هناك نظافة دورية للمبنى ومراعاة نظافة وكذلك حتى الألعاب في الغرف في الفصول أدوات المستخدمة مراعي نظافتها باستمرار أن توضع خطة للفحص المنتظم نحن في مبنى المبنى بين فترة وفترة يحتاج صيانة نرأي أضع خطة بحيث أقوم بصيانة هذه المبنى وكتكون وقائية ممعنى أن هذا شاءت ضرر لا قبل أن نشاهد أي ضرر في المبنى تكون غرض الوقائي بإذن الله أخيرا جلسة لتنمية القدرات اللفظية نراعي جدا عند التعامل مع الأطفال في مرحلة التدخل المبكر إلى تحفيزهم أهم جانب وكرره دائما هو تنمية مهاراتهم باستخدام اللعب الأطفال عندهم وصلات عصبية دائما نستغل نقول لهم ويسا طفل صغير ما يتعلم الطفل مهما كان من جميع الفئات أسرع التقاطا في مرحلة الطفولة نستخدم مثلا الكورة في التواصل مثلا أنمي الجانب اللغوي لاحظوا أنا بلعب مع الطفل هنا واحد اثنين أجعل لي كلمات أرددها قبل بدء اللعب واحد اثنين ثلاثة وأدفع الكورة إلى الطفل ثم مرة أخرى بعدما يلتقط الكورة أرجع أعيدها عليه مرة ثانية لاحظوا الطفل رح ينظر الكورة رح يحاول يلتقطها كل هذه مهارات رح يكتسبها بعد كده رح تلاقين طفلك بعد فترة لما يبغي يرمي الكورة عليك رح يقول لك واحد اثنين ثلاثة ويرميها اكتسبها من خلال تكرارك أنت مرة ومرتين وثلاثة وصلنا إلى نهاية لقائنا اليوم ألقاكم على خير بإذن الله وشاكرا لكم حسن استماعكم اشتركوا في القناة